بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا وحمد الله مسل الله عليه وسلم. آآ الله يصبحكم الخير ويعطيكم العافية. تحياتي لكم جميعا لجميع الزمالة. بعد ما تدخلوا وتشوفوا المحاضرة. آآ اليوم ان شاء الله هنبلش في جزء جديد عن آآ آآ اللوجيستيك ريقرشان. آآ المحاضرات اللي فاتت كنا نشتغل على اللي هو آآ وقلنا بالعادة انه هو يستخدم مع آآ آآ مع رقم مستمرة. آآ اهلا رانيا صباح الخير. صباح النور دكتور. هلا رانيا اياه كما. اياه كما. انت بدك تحضري ولا بدك تحكيلي بس انه تمام الصوت. آآ دخلت عشان هاد الموضوع آآ. عشان يلا يسلموا. شكرا يا رانيا شكرا. ولو دكتور يلا السلام. الله يسلمeme. ياهلا حياك الله. طيب. آآ 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 المحاضرة الليلة فاتت آآ آآ حكينا عن موضوع اللي هو آآ آآ اللنيا الررجل وقلنا انه اللي scientist بين قسم لقسمين اما simple linear regression or multiple linear regression. وال simple linear regression هو يستخدم بالعادة مع آآ 느�ion colon لحتى أتنبأ في ال target value or dependent value. لكن هو يستخدم لحتى يعني انا استخدم اكثر من قلم. اه لحتى اتنبأ في اه اللي هو ال target فقضية هو ببساطة تستخدم مع ارقام مستمرة. اه وهو بيطلع في بيختلف عن بيختلف عن طبعا قلنا انه بالعادة انه اذا انا كنت بتعامل مع data set هي continuous number اذا انا بتعامل مع ايش يعني هيكون التكنيك تبعي هو prediction لكن انا اذا كنت بتعامل مع categorical value قيم هي نصية او فئوية مورس بسبكتل اذا انا بتعامل مع classification فاحنا الجزئية اللي حننطلق فيها هي في جزء اليوم ان شاء الله هو logistic regression. هسا logistic regression اذا انا بحكي عن logistic regression معناته انا قضية حتكون تصنيب ما حتكون قضيته هي prediction. انا قضية حتكون انه مجموعة فئات تنتمي الى اشي معين ومجموعة فئات ثانية تنتمي الى اشي ثاني وهي بالعادة بتكون labeled. ليش? لانه احنا لو قدام ان شاء الله حنوخذ اشي اسمه اللي هي انسوبرفايس تكنيك تفايد هيدي باترين انصايد اه 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 داتا. لكن هاي اللي cluster او المجموعات اللي راح تطلع عندي بناء على distance measure اللي بيتم استخدامه في حساب اه المسافة ما بين الpoint والpoint وبعدها عن اه اللي هو السنترويد. بعدين بيعمل اشي بيحكله اه displacement لحتى يصير في shifting في السنترويد. او تتجمع مجموعة نقاط مع بعضها. هاي مجموعة النقاط توحي الى شيء ما. لكن هي unlabeled. واحدة من البيبارات اللي انا عندي الرغبة اني اشتغلها لقدام ان شاء الله في قضية. اللي clustering. لكن. للجروب او الكلاستر اللي بيطلع عندي. لانه اخر تكنولوجي وحدات يستخدموها في الان سوبرفايس تكنيك مور سبيسفيك. في الكلاسترين. انه انا كيف اطلع مجموعة نقاط. هي يعني هي توحي الى شيء ما. هي توحي الى شيء ما. لكن هي unlabeled. مش معروف شو اسمها. شو تفاصيلها. هي مش معروف. بس هي بتوحي الى اشي. هذا الاشي اللي بتوحي الى ممكن يعطيك توقع انت بينك وبين نفسك تعرف انه على ايش قاعد بوحي. مثلا. انا والله عندي ناس اه مثلا بيستلموا رواتب اه بمثلا اه رواتبهم ضعيفة مثلا. فور اكزامبل. لكن هما بيصرفوا كثير. وفي ناس مثلا بيستلموا مثلا الرواتب هي رواتب كثير عالية. لكن هما قاعدين مثلا اه بي بي اه خلينا نقول اه بعملوا سيفينج كثير. هسا اه ممكن انا اطلع حالة كلاستر على شكل فيجولايزيشن تعطيني انو والله في ناس قاعدين بيستلموا هما مثلا اه رواتب ضعيفة نوعا ما. لكن هما عم بيصرفوا كثير. لكن في المقابل في ناس داني عندهم اه رواتب ممكن كثير بيستلموها. لكن هي اه هما بيعملوا سيفينج. يعني ما بيصرفوا كثير. فاحنا كسياسة مثلا اقتصاد مثلا في عنا او سياسة بانك. بنا نعمل سيستم مثلا معين. بحيث ان احنا مثلا نحرك الاقتصاد. نخلي يكون فيه ما بين مثلا اللي بيصرفوا كثير وما بين ما بيصرفوا كثير. يعني هي علاقة في امور اقتصادية. هسا بالعادة في الكلاستر هي بتكون يعني الكلاستر هي بتطلع عندي مجموعة تطنقة على توحي الى شيء ما لكن مش معروفة. واحدة من التكنولوجيا الحديثة اللي انا ان شاء الله عندي الرغبة اشتغل فيها بيبر. انه كيف ممكن اعطي للقيم اللي بتطلع عندي لكن انا اللي بحكي عنه في ايش? في الكلاسترينج. هسا الكلاسترينج يا جماعة هي زي مبدأ الكلاسترينج لكن انا الكلاسترينج عندي معروف. اي واحد اثنين. انا حيكون في عندي ترين. وفي عندي تست. فالان سوبرفايش تكنيك. انا ما عندي لا ترين ولا تست لانو انا اصلا القيم اللي انا او الالفيشورز في الانديبندن باليو اللي بده ادخنها عندي في في التكنيك اصلا ما رح اعمل لا ولا رح اعمل ترين ولا رح اعمل تست لانو اصلا القيم النتائج اللي انا بده تطلع لي هي توحي الى شيء ما ولكن مش معروفة. الكلاسترينج نفس مبدأ لكلاسترينج بس الاختلاف بيناتهم انو في الكلاسترينج القيم عندي هي فئوية معروفة. يعني النتائج معروفة هي 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 اه هي واحدة اثنين. انا حعمل ترينيج وتست لكن الاوتبوت اللي حيط لعندي هو اكيد حكون از كلاستفاير مش از بريديكشن كمان? از بريديكشن از بريديكشن انا بحكي عن كنتوريس نبار. احسا جماعة في اللوجيستيك ريجريشن بالعادة انا بستخدمها اذا كنت بتعامل مع داتا ست طبيعتها هي اه اه كاتوكيرك الفائل اي هي يعني قيم فيها قيم فئوية ومورس بس فكت هي قيم نصية يعني لكن انتبه. انا ما بحكي عن الفيتشرت تربيات الاندبندانت فاليو لأ انا بحكي عن الفيتشرت تاركيج باليو اذا كانت التاركيج باليو عندي قيمة واي او قيمة الديبندانتفاليو او قيمة التاركيج باليو او قيمة الليبالتفاليو هي تكست؟ هون الان هي يعطيني اندكيت انه انا رح اتعامل مع logistic regression او اني انا اتعامل مع اه اشي بحكوله decision او اني اتعامل مع random forest او اني اتعامل مع neural network واشوف what is the best between all of this technique اللي انا قعد بتعامل فيهم اللي انا بشتغلهم مع بعض فبالعادة في الرسال او في البيبارات باستخدموا تكنيك بس based on the data set بقولوا انه والله هاي الاتاست اذا طبيعتها كتكوريك الفاليو معناتو انا حاستخدم اكثر من تكنيك واشوف اي من هذول التكنيك ممكن يعطيني evaluation واكوريسي اعلى واقول انه والله as a result او نتيجة لذلك والله انا لقيت مثلا ال random forest اعطت اكوريسي اعلى من كل التكنيكات اللي انا اتعامل معها فانا اذا بتعامل مع الاتاست اكيد وهي text value categorical value معناتو انا عبعد عني قضية linear regression لانه linear regression اللي هو اما كان simple or multiple linear regression هي قضية الى علاقة بارقام وانا ما بتعامل بارقام انا قاعد بتعامل في text value ايوة الان بما انه الاتا تماتيه categorical value text وجيت بدي اختار اي من هذول التكنيك اللي انا اطبق عليهم وانا راح احكي الان ملاحظة مهمة هاي الملاحظة يعني خلوها عندكم للزمن واحفظوها للزمن يعني هي اجت عابرة وانا قاعد بحكي به قصة ال classification بشكل عام دائما لقدامه هذا راح اعطيه ان شاء الله بالمحاضرات القادمة دائما اذا كنت بتعامل مع data set طبيعة هاي ال data set يعني feature تبحها يعني column صغير يعني عدد قليل او طبيعة ال data قليلة لحتى اعمل eliminate لموضوع ال overfitting ال underfitting بدي اكون كمان دقيق في اختيار التكنيك اللي هو what is the best between decision tree or random forest هاذا اذا كنت بتعامل مع data set طبيعة الفيشر طبعا انا بحكي عن category value طبيعة الفيشر فيها ال column عددهم قليل معنى موضوعي simply وما بده مادماتيكر عالي فانا راح اطبق decision tree لكن اذا كنت بتعامل مع data set هي معقدة كثير وحجم الفيشر فيها كثير كبير معنى انا راح انطلق لاناظر تكنيك اسمه random forest فاكيد مية بالمية اذا طبكت التو تكنيك مثلا ال random forest وال decision tree على data set طبيعة الفيشر فيها كبيرة مية بالمية حياطيني دائما اللي هو ال random forest accuracy اعلى من decision tree طبعا اللي انا ذكرته ليش لانو احنا الان فوتنا في قضية الى علاقة في ال categorical value وحنفوت في هذا ال classification بشكل معمق كثير وباكثر من تكنيك حتى انت عامل معنا لكن اليوم احنا عحنا نحكي عنه هو logistic regression وهو احد التكنيكات اللي تستخدم as classifier لكن بالاني انتبه لملاحظة مهمة جدا انه احنا في عنا نوعين من logistic regression وهي يعني اه للأسف بعض الشرح اللي كنت اشوفه بالفيديوهات اه ما الاقيهم يطرقوا لهذه النقاط المهمة جدا اللي هي ديب ومورس بس فكرة في كل تكنيك انا باتعمل فيه اه في ال linear regression انا في عندي نوعين فكان يذكر ان جنرال انه في عندي اشي اسمه linear regression لا انا عندي simple وعندي multiple انا هتعامل مع نعم linear regression لكن انا هتعامل مع نوعين واشوف هذول النوعين ها وفيه بالانوميال طبعا فانا بدي افوت فيهم بيه بقى افوت في تفاصيلهم وهون عندي كمان ال logistic regression ايه له نوعين النوع الاول اسمه binary logistic regression والنوع الثاني اسمه اه هو بحكولها ال binary وال multi logistic regression يعني زي ملتي كلاس طب شو يعني هذا الكلام معنى هذا الكلام انه انا الان بما اني انا باتعامل مع data set as categorical value text will making decisions انا اشتغل على technical logistic regression معناتو انا حطلنا على feature تبع target value حطلنا على feature تبع مين target value اللي هو ال dependent value يعني القيمة اللي حيصير فيها تنبو عفونا حيصير فيها classifier اذا كانت القيم اللي في target value قيمتين قيمتين يعني ياس يانو يبيض ياسود ياميل يافيميل ياميل يازيرو binary value معناته انا حتعامل مع تكنيك اسمه logistic regression المتعارف عليه اللي انا بعمله من linear models و اقول جيب لي اللي هو logistic regression هتعامل مع بس ليش لنا هتعامل مع فقط قيمتين يا ونياتو يا ابيض ياسود يا هو حيعيش او لا سمح الله ما حيعيش يا هو يعني ما عندي ابيض اسود احمر ما عندي ابيض اسود اصفر ما عندي قيم تتجاوز القيمتين لكن اذا لقيت target value اذا لقيت target value اي بمعنى اخر قيمة y تحتوي على قيم تتجاوز ال binary يعني مثلا انا انا عندي data set الى علاقة مثلا medical او clinical الى علاقة مثلا بطبيعة مثلا وضع المريض فممكن ان يكون عندي المريض اما انه لا سمح الله اما انه حيموت او ما حيموت او مثلا هو يتماثل الى الشفاء يعني ممكن انه يعني كويس بس هو يتماثل الى الشفاء او يمكن انه وضعه الصحي سيء مثلا فانا عندي قيم مش binary انا عندي قيم كثيرة انا عندي اربع قيم خمس قيم هي بالعادة بتكون categorical value بس هي قيم تتجاوز binary يعني more than two classifier رح يكون عندي ممكن يكون عندي ابيض اسود احمر ممكن فهمت عليك فاذا اذا انا بتعامل مع target value ولاقيت انه قيم اكتر من قيمتين مانت انا حروح اقول ايش اه بدي الملتي كلاس اذا جو بدي اتخيل الdataset اللي قلت اذا كانت طبيعة الtarget value binary استخدم الlogistic regression المتعارف عليه لكن اذا كنت بتعامل مع الdataset وكانت الtarget value هي ملتي كلاس اذا انا في عندي تكنيك في الlogistic regression هو اللي بيساعدني انه يعالج طضية الملتي كلاس زين ايش بحكول الone versus one or الone versus all هذا يعني هنفوت فيه لقدام شوي بس انا بحاجة اني اوضح شو يعني الlogistic regression طيب حسنا في الlogistic regression بيكون عندي طبعا اكيد اكثر من features اكثر من عموذ اكثر من column بيكون عندي قيم x اللي هي قيم independent value على اساس هيطلع عندي target value classifier وحيكون يا ابيض يسود ما حيكون عندي غير هذا اذا انا كنت بتعامل مع مع tetaset لكن طبيعتي الclassifier ارتباح binary اكثر طيب اذا بتلاحظ هون عندكم الlogistic regression انه انا بكون في عندي زي الcluster يعني عشان هيك انا اتخيلتها كنت بقرأ في كتاب والكتاب كاتب يعني بقرأ كثير جميلة يعني في عمق الclassification وكانه قاعد بعبرلي بحكيلي انه ان الclassification هو يشبه هو يشبه الcluster يعني قدام لما ناخد الcluster هيكون عنده زي ايك مجموعة point مع بعض وكل point مجموعة point مع بعض تمثل شيء ما تمثل cluster تمثل مجموعة فأنا عندي هون classification هي عبارة عن كمان مجموعة نقاط بس هاي النقاط lablet معروفة شو هي الخط اللي بيناتهم هذا يعني هنا أنا عندي classification الاؤتبوت هو يعني عندي النقاط الحمر حيكونوا اشي والنقاط البلو حيكونوا اشي لكن الخط اللي بيناتهم هذا مش اسمه best fit line مش زي ايام لما كنا في linear regression لا هذا مش best fit line هذا بيحكولهم boundary يعني الحدود الحد الحد ما بين ال recursive فهذا بيحكوله boundary الbest fit line هذاك هذاك كنا بدنا إياه لأنه هيطلع عندي على أساسه اللي هو prediction value والنقاط اللي بتكون حواليه هي original value وحيبلش يقارن الآن بعد هاي النقاط عن الbest fit line في linear regression هذا اسمه حد حد يفصل ما بين هذول المشموعة تمام طيب طبعا الlogistic regression بيكون شكل مثلي او بيكون بعض احيان شكل زي ما هو واضح بالشكل هذا يعني مش شرط انها تكون زي الbest fit line هو الهدف من الخط او الذي يفصل ما بين هذول المجموعات انه يفصل ويمثل ويوضح انه هذا بيؤدي الى مجموعة هاي مجموعة classifier لأيش معين وهاي classifier لأيش معين ممكن يكون شكلها بالشكل مثلا يعني انا عندي مجموعة النقاط اللي هنا بتمثل الطلاب مثلا السنة اولى مثلا اللي حيث يسجل في الجامعة بينما النقاط اللي حولها هنا بتمثل جميع الطلاب مع هذا الطلاب السنة اولى جميع الطلاب أو الطلاب الخريجين مثلا يعني هي مجموعة نقاط فمش شرط ان يكون الباوندري يكون مثلا بالشكل هذا لا هو بس الهدف انه يوضح كل مجموعة قيم او كل classifier بيؤدي الى شيء ما طيب القانون الخاص في classification كيف لما مرة حكينا عن القانون تماما برضو هو بيتضح لكم انه شوي معقد لكن هأرسمه بطريقة جميلة لحتى نفهم شو يعني ثيتا اوف زيت ايكوال ون على ون زائد اي في مينس الزيت خلينا بالله هذا اخذ اخذ كوبي واجعل ونحاول نفسر هاي القاعدة الموجودة الى الى عندي هنا ون على ون زائد اي في في خلينا النقطة هنا خلينا شبه اللي ايه يا شبه بحكولها اكسبونانشل وبالعادي الاكسبونانشل يعني لو نروح على الكاكولات هي عبارة عن قيمة ثابتة ستكون عبارة عن قيمة ثابتة اعتقد هاي الى الان اذا بضعت عليها هيعطيني كم 2.71 2.71 اذا الى الى هون هي عبارة عن قيمة ثابتة اللي هي 2.71 كيف قيمة الباي الباي هي ايكول كم بالكالكولوس اخذنا هي هي 3.14 وبرضو الاي هي قيمة ثابتة دائما بتكون 2.71 طب شو يعني اي مرفوع للباور ماينس زد وانت بتعرفوا دائما انه ما في اندي اشي مرفوع للباور دائما بكون بالماينس يعني معمرها مرت علي انه اقول اثنين اوس مثلا ناقص اثنين ما بتزبط هيك هاي معمرها مرت علي لكن لكن هما عملوا انه الاي مرفوع للقوة ماينس زد لحتى يخففوا من عقدة الاكويجن الموجودة انه هون ويحاول يختصرها بشكل يعني افضل هو الان هو شكلها الطبيعي اصلا هي هيك وان على وان زائد زائد وان على اللي هو الاي مرفوع للقوة زد هي شكلها هيك يعني شكلها عقيقي هو هيك فهم عشان يختصروا هاي الون ها يختصروا هالمقرح هذا قالوا لا هي وان على وان زائد ايش ال اي باور او اص اللي هو ايش اه ماينس زد يعني هي هاي هي نفسها هاي بس عشان يشطب الون ويخففوا منها العقدة ها قالوا لا خلينا نشيل وان خليها هنا ماينس زد طب احنا عرفنا شو يعني اي اللي هي وعرفنا ان قيمتها ثابتة طب الزد شو الزد بمساطة هي عبارة عن ايكول اذا بتذكروا قانون المنطب اليني الريقرشن يعني اللي هي الثيتا افي ايش اللي هو ترانسبوس في ايش في اكس هذا الزد ويساوي وكأنه بقول ايش ثيتا زيرو في اكس زيرو زائد الثيتا اه وان في اكس وان زائد الى الى اخرين فالزد هي ايكول اللي هو الاكواجن تبعثا هي اذا تذكروا في محاضرة الملطب اليني يساوي ايش الثيتا اوف ترانسبوس في الى اكس وهي يساوي الثيتا زيرو ويقولنا دائما الى اكس تساوي هي قيمة تبعطوها وان عشان اتخفف عندي عملية الاكواجن والماثماتيك لان انا اضرب two matrix وبعض فاذا اضرب two matrix وبعض قلت لكم عندي transport عشان انه قيمة m يعني قيمة تساوي قيمة m في المصفوف الثانية هي هي نفس ما هي فالزد هي نفس قانون المرتبط بالان بشكل لكن الاختلاف اللي صار عليه الآن انه الان زائد exponential في اللي هو مرفوع للقوة اللي هو 2.71 هذا هو قانون فببساطة هو بسيط جدا لكن للأسف يعني بعد أخير الإنسان بيفوت بيطلع عليها بيصرح بيشوفها العقدة بيلاقي انه لا هي بسيطة جدا جدا مش هلا وحط بالك انه دائما ما في عندي شي بالأس بالأس لكن هما زي كان اختصروها هي كانت 1 على 1 زائد 1 على E اللي هو الpower of 6 لكن عشان يختصروا قالوا خليها زي واكيد احنا عارفين طبيعة الماثماتيكو اللي فيها هاي ببساطة القانون الخاص في التنسفكيش طب في عندي الكوست الكوست يا جماعة ببساطة الكوست نفس مبدأ الكوست اللي في الملتبليني ريجرشن وال سمبليني ريجرشن عشان انا اطلع الكوست مبدئيا اصلا هو البروست شو بصير عندي البروست انه انا بتحكم في حجم التيتات او بعدل في قيم التيتات لكن بعد ما اطلع اطلع الكوست عشان اطلع عشان اشوف عدد الموجود عندي القانون تبع الجي الكوست هو هذا هو زي ما واضح قدامكم بس خلونا نجيب هنا نقول هنا هون اذا بتشوفو لاحظوا كيف بتحسوا انه هالمعادلة معقدة جدا وهي ابسط مما بتتخيل هي مبدأها نفس مبدأ الكوست اللي استخدمنا في لكن الاختلاف اللي صار عليها انه انا عندي الواي مضربة في اللوك شي يعني لوك يعني وكأني بقول انك انت تجيب يعني كم ضعف في القيم انك تجيب كم ضعف في القيم شو يعني شو المقطع اللي انا ذكرته انك تجيب كم ضعف في القيم وكأني بقول مثلا هنا انه انا انه المية مثلا المية كم فيها ضعف شو كم العشرة مثلا كم فيها ضعف لحتى توصل للمية وكأني بقول هون ايش اللي هو اكيد راح اقول 100 100 equal اكيد لو يعني عشرة power او اس 2 هي يساوي 100 اذن ايش راح يكون عند اتنين equal 2 فلو اقول الان هنا اه اه لوقت 10 شو راح يكون الجواب لوقت 10 كم بدي اضعف عشان انا اوصل لعشرة وكأني بقول عشرة قوة ايش عشرة قوة قوة يساوي عشرة اذن الجواب حيكون عندي هو اه اه الان لو اقول مثلا مثلا الالف طلع على الصفار فورا لحالك هاي ثلاثة صفار معنا راح تقول شو راح تقول ثلاث وكأني بيقول هنا عشرة قوة قوة ري هذا ممكن اقول لك الاساس الاساس مثلا خمس للمية يعني انا بدي يعني وكأني بحكي انه لو معي خمسة اضربها في كم مشان تعطيني مية فلما اجي اقول مثلا هنا لوق لوق الاساس خمسة تمام للمية وكأني بقول انه انا اه لو معي خمسة اضربها في كديش عشان انا اوصل للمية مثلا ها ها هي اللوغ انا قضيتي كمان مش بس هنا قضيتي انه بدنا نتخيل احنا وياكم نتخيل المعادلة اللي قدام هاي المعادلة اللي موجودة قدامكم هاي انه انا قدام اه يعني عندي حالتها لان انا بتعامل مع اللي هو اه بايناري بتعامل مع بايناري يا زيرو يا ايش يا ون انا عندي بايناري يا زيرو يا ون هنا اذا انا قلت زيرو يعني اذا 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 كانت عندي القيمة اصلا زيرو جزء من هاي المعادلة حينفصل حيروح جزء من هاي المعادلة حينفصل لهم اقول قيمة y equal zero او قيمة y equal ون جزء من المعادلة حينفصل خلص حينشطب ليش إذا جيت أعطيت المعادلة هاي أعطيت المنطقة هاي زيرو تعلينا شو هيصير خليني أعطي هنا Y زيرو وكأني بيقول زيرو في اللوك خلص زيرو في أي إشي أصلا إيش هو زيرو وكأني شطبت على هاي المعادلة وخلص إذا عطيت هاي الجزء الأول من المعادلة إنها القيمة تكون عنده زيرو وكأني شطبت عليها وخسرت أشتغل بس على المعادلة الثانية بس على المعادلة الثانية فكأني حذفت جزء من هاي المعادلة وإذا أعطيت هون كمان جزء من هاي المعادلة هيرو عندي جزء من هاي المعادلة هيرو عندي فمثلا لو إجيت أنا بدي أقول مثلا مثلا الحال الثاني إنه أنا كانت عندي القيمة هي ون هيرو عندي جزء هذا ليش هيرو عندي جزء هذا وكأني بيقول ون ناقص ون ها خلنا أعطي هون قيمة وعي ون ون ناقص ون يساوي زير زيرو فأي إشي حيعطي نزلو فجزء من هاي المعادلة شو ما له حينشط فحيصف عندي حيشتغل على الجزء البسيط من هذا المعادلة حيطلع بعدين في ناقص ون على أمن إنه معدد الصفوف طبعا ما بدي أفوت أنا في عقدة الإكواجن وأجيب بتان وأطاب قل إنه يعني هذا البروسس هو بروسس للتكنيك الخوارزمية نفسها يعني كل هالعملية اللي ممكن تأخذ منا ساعة وإحنا قاعدين نطلع نتائج بشكل ترديشنال هو يعني بجزء من الثانية بتكون عملية الإكواجن يعني هي أوتبوت وإكستراكت بشكل أسرع مما بتتخيل لكن يعني بفرصة إحنا نعرف طريقة الإكواجن والماتماتيك اللي قاعدة بتصلك فبدأك تحق ببالك إنه أنا إذا كانت عندي القيم اللي هون مثلا ون إذا كانت النتيجة ما هي أصلا نتيجة هتكون يا زير يا ون إذا كانت ون جزء المعادلة هاي حينشطه عندي كامل حيروح لأنه حقول ون ناقص ون في كذا أصلا زيرو فأي إشي حيعطيك زيرو فهاي الجزء حتختفيه حيصير يشتغل معي كهون في المنظر وإذا عطيت المعادلة عندي زيرو جزء المعادلة هاي حتروح حتنشطه زيرو في أي إشي زيرو في أي شي مثلا هنا لأنها هنا فيها تعقيد بتكون أعتقد أعتقد ما خلينا نقول هنا مثلا أه لوج مثلا الأساس مثلا خمسة فأنا كم بدي ضعف سأقول أكيد اللي هو إيش أكيد سأقول طولي وكأنه بقول 5.2 عفوا باور 2 أو خمسة 5 مثلا بس ضروري نفهم طبيعة هذه الإكواجين ضروري نفهمها نبقى أنت مش بحاجة تفوت بالتفاصيل بشكل معقد كثير أنا بإمكان أجيب مثالك على المثال لكن حطولي العملية وحنوقع تقريبا ساعة وأنا قاعد بس بشرق عن عملية الإكواجين وهي أصلا يعني بجزء من التواني هتكون البردكشي أو الكلاسفير طلع عندي الجواب ومطلع النتيجة وبس الهدف أنه نعرف طبيعة الإكواجين أو الماتماتيكا اللي قاعدة بتصير عندي جوه هاي أخوار اسمي فهؤون قاعدة بتطلالي اللي هو الإفالوائش بطلاله هسا كيف ممكن أني أنا الآن أحسن على التيتا لحتى يطيني الكلاسفير صحيح قانونها نفس قانون إذا تتذكر في المحاضرات السابقة نفس المبدأ نفس الطريقة نفس هذا كل النتيجة بتطلع عندي بالتيتا هتدخل عندي على الجي لحتى يطلع عندي الكوس بعدين هترجع من جديد يصير في التعديل على تيتا جديدة أو نتيجة قيم التيتا جديدة هتفوت عندي على الكوس وهكذا لحتى توصل للقيام الموضلة هذا كله أنا قاعد بحكة عن وقلنا أنه هو يعني ينقسم بالشكل هذا يعني يا أبيض يا أسود يا زير يا ون يا ميل يا في ميل أو ممكن يكون عندي مالتي كلاس أيها حسن مالتي كلاس رضية ثانية بس أنا قاعد بحكي أنه أنا إذا كانت عندي مالتي كلاس في قيمة target value بدي أحكم بدي أشوف فمثلا لو أجينا لهذا المثال لو أجينا لهذا المثال فاك ولحالكم الآن راح تكتشفوا أنه فيه إيش أفضل من إيش نجي هذا المثال إذا أنا قيمتي أكثر من الباينري أنا بحكي عن مالتي فيه عند ثلاث قيم حنبنش نشتغل على logistic regression لكن على تكنيك إما الone versus one أو الone versus all يعني حيكون عندي يا إما افوان يا إما وان بي أس وان أو وان بي أس او مش تكلم يعني في الحالة هاي أنا حشتغل على هذا يا أقول أنا عندي وان برس وان أو حقول وان برس وان شو يعني وان البي أس وان اللي هو خلينا أجي على هاي عشان تلبح الصورة قد عنكم الone بي أس آآ وكأنه شو بيسوي إجتني أنا قيمة قيمة مثلا زيرو جديدة وهي أنا عندي هذول النتائج اللي عندي عفوا هي هون يعني بروح بفصل بفصل الكلسفاير إلى جزئين إلى جزئين بشكل بعطيها هاي سي وان مثلا سي وان فبصير يقارن أنه زيرو فبعتبر أنه هاي سي وان وبعتبر أنه هذول الثنين يعني لحال فإذا إجت زيرو دخلت حيقارنها مع السي وان هل الزيرو تنتمي إلى الزيو إلى السي وان إذا آآ تمام إذا لا وكأنه بيقول لك أنه هاي القيمة لا تنتمي إلى هاي المجموعة روح دور في المجموعات الثانية خلص يعني قيمة مش هون دور في المجموعة فبتلاحظ أنه الإكويجين تبعتها أسرع يعني هي أسرع هي سريعة ليش لأنه خلص هيقارن هون موجودة آه مش موجودة لا مش هون روح دور في المكان الثانية شو حيسوي بالحالة هاي هو حيروح يدور في المجموعة هان فحيصير في عملية سبلتينغ في هذا المكان بالشكل هذا بالشكل هذا وحيصير مثلا هاي مثلا سيتو حيبلش روح يدور هون لكن إذا إجي تدور هون الآن حيقول هل الزير تنتمي إلى هاي المجموعة إذا تنتمي أوكي لا تنتمي حيقول لا هي لا تنتمي له هاي روح قارن البقية مع البقية لا تنتمي معها حيروح يعمل سبلتينغ له هل هاي الزير مثلا أو الـ خلق هاي تنتمي إذا تنتمي خلاص يتم إضافتها إذا لا تنتمي وكأنه بقول لا تنتمي روح فحي يعطي هاي مثلا هاي مثلا سي تري بالشكل هاي تنتمي أوكي لا تنتمي لا لا تنتمي روح دور على أماكن ثانية فهنا هي يعني الماتماتيكا اللي كويجين فيها سريع جدا بس المشكلة أنه فيها أكيد قليل بطيء يعني مش دقيق مية بالمية لأنه هي إذا لا تنتمي إلي هاي أنا شو يضمن لي إنها تنتمي إلي هاي أو هاي حتشوف لأن الفرق ما بين ما بين ال one versus one أنا بحكي عن هاي أنا بحكي عن one versus all بيعمل وبيقول إنه إذا تنتمي إلي هاي أوكي لا تنتمي معنى لا تنتمي يدور لكن إذا إذا بدنا نشتغل على one versus one شو بيسوي بيحط كل بيحط يعني كل مجموعتين مع بعض بحط كل مجموعتين إيش مع بعض فشو بيسوي هو بيحط هذول الثنتين مع بعض وبيقارن ما بين وان بيرس وان فإذا إجت عندي مثلا قيمة خلينا نقول مثلا قيمة معين بيجه طبعا يعطيها هنا مثلا c1 بشكل هل هاي القيمة تنتمي إلى هاي المجموعة أو تنتمي إلى هاي إذا لا تنتمي إلى هاي معلته حيقارن هون لا تنتمي حيروح يسوي هيعمل group أو cluster ثاني بين هاي مثلا وهاي بشكل هيك حيسميها c2 هل هاي القيمة تنتمي إلى c2 إذا لا تنتمي هيصير يعني مقارنة عملية similarity between اللي هو القيم هذول هل تنتمي مثلا إذا تنتمي أوك إذا لا تنتمي حيسوي زي هاي خلينا بس نغير اللون حيعمل group ما بين هذول القيم مثلا هذول القيم حيسميها مثلا c3 هل تنتمي لها لا معنا ننتمي لها مثلا حاليا شو بصير عندي مثلا c1 c2 c3 وحيصير في عملية voting يعني زي عملية تصويت عملية تصويت فهو فهو الآن يقارن ما بين two cluster خلينا سميع cluster معنوية مش cluster لكن مجموعتين مع بعض إذا لا بروح بيسوي كل مجموعتين لحال بيصير قارن ما بين كل مجموعتين لحال وحيصير في عملية تصويت مثلا والله في المجموعة الثانية زيرو مثلا هنا زيرو بعدين اعطتني هنا مثلا one 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 بعدين هنا مثلا zero هنا مثلا اعطتني zero zero وكأنه بعد ما يصير وكأنه بيعطيك جواب بيقولك والله إن القيمة تبعتك هاي هي موجودة مثلا في c1 for example for example وحيصير عملية تصويت طيب إذا بتلاحظوا إنه عملية الاكواجين ها يعني العملية الحسابية كثير معقدة لأنه قاعد بقارن بين هاي وبين هاي وهاي وهاي ومثلا وهان وهاي كل كلستر اللي حال هي بيعطيك 1vs يعني 1v1 يعني واحد مع واحد ما زبطت هيعمل هذا الواحد مع هذا ما زبطت هيعمل هذا مع هذا ما زبطت هذا هيعمل مثلا هيك عملية الاكواجين الماثماتيك هي كثير محقدة فهو بيعطيك اندكيت إنه النتيجة حتكون أبطأ لكن الاكيوريسي في الوان بيرسس وان أعلى بينما في الوان بيرسس اول العملية الاكواجين كثير بسيطة لأنه هيعمل ما بين القيم اللي بتجي يقارنها مع السيل موجود عنده قيم السيل إذا آه بيقول لك في العملية كثير بسيطة وأسرع لكن الاكيوريسي فيها أكيد أقل من الوان بيرسس وان ليه لأنه يعني إذا مش موجود هو أنا حقول لك روح دور في الأماكن الثانية طب أنا شو يضمن لي إنه هي ممكن تكون في الأماكن الثانية لربما إنها مش موجودة أصلا في الأماكن دائما الاكيوريسي هاي ملاحظة وحطوها عندكم بالزمن أنا حاولت أبسطها في هذا الفيديو لحتى تفهم إنه إذا أنا بتعامل مع مالتي مالتي أنا حفوط في عمق وحفوط في جزء اسمه ال وان بيرسس وان وان بيرسس وان لأن أنا بتعامل مع مالتي كلاس لكن بدي أنتبه إنه دائما ال هي أبطأ لأنه الماثميتيكال والأكويجين كثير البروست الكمبيتيشنال عندي كثير عالي لكن الاجبتيش دائما دقيق لأنه بقارن كل اثنين يعني ما ما إلو منفذ النتيجة القيمة الجديدة ستجينا من بره ما إلها منفذ فأكيد الاجبتيش ستكون عندي عالي بس الكمبيتيشنال والبروست عالي هيكون أبطأ يعني هيكون فلو نسأل أيهم أسرع أكيد أيهم أكوريسي أعلى فهاي إلى وهاي إلى بس أنا أكيد يا حدا بدي قيم تكون دقيقة أكيد أنا 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 بهمني الأكوريسي إنها تكون هي العالية تمام فعندي هنا إذا كنت بتعامل مع باينيري معناته عفوا مالتي معناة أنا هتعامل مع الone versus one والone versus all وحنشوف الآن أو في المحاضرة القادمة إن شاء الله أنا هعمل splitting أو حفظ الآن هذا الفيديو لأنه بدي يعني يكون جزئية المحاضرة عندي شوي هيك بسيطة وسميلي وما يكون فيه نوع من أني أزيد في حجم تبع الفيديو ففي الجزء الجديد إن شاء الله هابلش أشتغل الكود تبع على البيانيري عفوا على الباينيري وحطبك على كود على داتا سيت هابحث عنها الآن أضبط مثال عليها على اللي هو الملتي كلاس أتمنى تكونوا فهمتوا جزئية أتمنى لكم التوفيق والله يعطوكم السلام عليكم